ساعة كده لما بعد افكر مع فريق العمل في بعض الامور بنفكر كده دايما يعني حاجات في حياتنا بتحصل فتلاقي ان ممكن تلاقي ناس انت ملكش دعوة بهم خالص ملكش زنب في اللي هم بيعملوه بيبقوا ناس مسيري المشاكل بيبقوا مصدر للأذى لقي كده في كل محيط عملك تلاقي واحد هو بيحب يعمل مشاكل ويجيب لك المشاكل لحد عندك وانت لا بيك ولا عليك طيب لو وسعنا الامر شوية والقاعدة شويتين ونقس على مستوى مؤسسات ضخمة واماكن كبرى وليكن مثلا النادي الزمالك هنلاقي نفسنا بنسأل بعض سؤال مهمة قوي وهو ايه زنب عمال وموظفي ولاعبي نادي الزمالك بمختلف الفرق بقى الرياضية بان فيه شخص كل همه انه يأذي نادي الزمالك ويأذي كل اللي موجودين فيه سواء كان ليهم حسابات معاه او لا سواء كان ليهم زنب في افعاله السابقة ايام ما كان موجود في النادي او لا سواء كانوا بيشتغلوا في الوقت اللي كان موجود فيه هو ولا لا طيب هل جماهير نادي الزمالك اللي كل همها تشوف فرق نادي الزمالك كلها ماشي كويس بتحقق بطولات بتحقق كؤوس البطولات دي بتوضيف لقيمة نادي الزمالك نادي الزمالك الكبير والعريق هل ليهم زنب في تصرفات هذا الشخص اللي كل همه تصفية حسابات شخصية طيب هل مجلس ادارة نادي الزمالك حاليا ليه زنب في ان فيه شخص صحي من نوم فجأة فقرر يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يخرب في نادي الزمالك ليه عشان هو مش موجود في النادي او مش عارف يبقى موجود في نادي الزمالك حيات كتير قوي ناس كتير مالهز زنب فيها بس العامل المشترك الوحيد فيها هو شخص واحد ومحدش عارف هو ازاي كل يوم مثلا من الايام كان قاعد فيه على كرسي رئاسة نادي الزمالك وهو كان قاعد وقاعد دلوقتي بيحاول يضر ويخرب في نادي الزمالك راجل من الناس بصراحة اللي شوفنا مبارح حتى في فيديو في برنامج زمالكاوي يقول ما لا يفعل عارفين طبعا مين هم الناس الذين يقولون ما لا يفعلون وقالك كانت مبادرة مهمة جدا من المصرار مرتضى منصور وانه تنازل عن القضية ومبادرة حلوة جدا 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 ده كلام جميل جدا ولكن هو مش قادر يعمل ده اللي بيقوله غير اللي بيعمله دلوقتي وعايز يخرب نادي الزمالك فاللي احنا فيه دلوقتي مش عارفين هيزول امتى هينتهي امتى هيخلص امتى المواقف ما بتتنسيش ما فيش حد بينسى خلي بالك ولا التاريخ حتى بينسى وعلى كل واحد انه يتحمل المواقف بتاعته امام التاريخ التاريخ عمره ما هينسى مواقفكم ولا حتى فترتكم الفترة بتاعتكم الصعبة جدا الكاريسية جدا الناس عمرها ما هتنساها ولكن كل واحد بيعمل اللي هيتكتب له في التاريخ تاريخ عمره ما هينسى اللي هو بيعمله دي كانت حاجة مهمة جدا حابين نقولها في بداية البرنامج